تحتفل مملكة البحرين اليوم الرابع عشر من شهر فبراير بالذكرى التاسعة عشرة لإقرار ميثاق العمل الوطني الذي مثل بداية انطلاق مشروع وطني كبير خطه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدأ يده الله ورعاه للنهوض بالبحرين على مختلف الصعود ويقدم ميثاق العمل الوطني إطارا عاما للمسيرة التنموية الشاملة حيث يتضمن فلسفة الإصلاح محددا أهم مبادئ وأسس وغايات المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المفدأ والتي تتناول المقدمات الأساسية للمجتمع البحريني وأهداف الحكم وأساسه والحريات والحقوق الأساسية وتنظيمات المجتمع المدني والتعليم والثقافة والعلوم هذا وقد جاءت نسبة الموافقة على المثاق الوطني تماثل الإجماع تقريبا حيث حظي بموافقة ثمانية وتسعين وأربعة أعشار في المئة من الشعب وبعد تسعة عشر عاما على تجشينه تحققت مكتسبات عديدة للمواطن وقدمت المملكة أنموذجا في التطور الديمقراطي والتحديث المستمر في إطار تكريس دولة القانون والمؤسسات وانطلقت مسيرة تنموية شاملة ونهضة مباركة في كل المجالات والقطاعات وجعل المثاق الوطني من مملكة البحرين دولة عصرية ديمقراطية متطورة تتمتع بكل معالم النهضة والحضارة والتقدم والرقي